السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم من جديد في قناة فريتا شانيل كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله تنسى الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في هذا الوديو ولوج المدارس العليا للتكنولوجيا قد نشوفوا جميع المعلومات الخاصة بهذه المدارس على بالنسبة للأهدف التكوين وهو إعداد تقنيين عاليين مكونين نظريا وطبيقيا وكي توفروا على مهارات تقنية اللي كنتسمح لهم بالاندماج في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية على عدد المقاعد بالنسبة للمدارس العليا للتكنولوجيا على فاسكين 1070 مقعاد مكناس 1030 مقعاد وجداء 1056 نظر البيضاء 910 أقادير 960 سلا 910 بني ملة 730 أسفي 580 الصغيرة 440 قلمي 400 العيون 400 خنيفرة 480 القنيطرة 400 السيدي بن نور 250 فقه بن صالح 540 بن ناظر 270 قرعة السراغنة 130 الدخلة 160 يعني عدد المقاعد المطلوبة فهو عدد مهم جدا بالنسبة لمدة الدراسة والشهادة الممنوحة المدة ديال الدراسة هي سنتين والديبلوم اللي كتحصوا عليه هو الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا يعني بالنسبة للفصول يعني فصلين في كل سنة المنسبة لشروط الترشيح ولوج السنة الأولى ديبلوم المدارس العليا للتكنولوجيا يتم القبول لولوج السنة الأولى للمدارس العليا للتكنولوجيا لحامل بكالوريا التعليم الثانوي إحدى التخصصات المؤهلة لولوج هذه المدارس يشترك طوفي المترشيح لولوج المدارس العليا للتكنولوجيا أن يكون مسجلا بالسنة النهائية من سيك البكالوريا لسنة 2021-2022 أو حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها برسم السنة الدراسية 2020-2021 يعني اللي حاصلين على باك 2021 وباك 2022 يتم الولوج السنة الأولى للمدارس العليا للتكنولوجيا بعد نجاح المترشيحين في امتحان باكالوريا وأيضا بعد الانتقاء يعني نجاح في امتحان باكالوريا ويتكون نجاح في الانتقاء يعني الانتقاء كيكون على حسب الاستحقاق خلال منصة القبول الإلكتروني الموحدة اللي هي التوجيهي بالنسبة لإحتسام وعدد الانتقاء يكون بناء على الوطني والجهوي يعني كتكون 75% ديال الوطني و25% ديال الجهوي ومعامل الترجيح يعني كتدرف معامل الترجيح الخاص بكل شعبة للباكالوريا يعني معامل الترجيح مثلا ديال العلوم الرياضية كيختلف على العلوم الفيزيائية وهكذا ويتم الترتيب المترشيحين بعد احتسام معدلهم كما هو مبين في المنحة بالنسبة للإجراءات الخاصة بالترجيح والإعلان عن النتائج الترجيح لهذه المدارس كيكون عبر منصة توجيهي بوان ام اا يعني بالنسبة للأو اس تي ف اس تي وانصاد كيكون الترجيح عبر منصة القبول توجيهي بوان ام اا على بالنسبة للجدولة كيلمرحلة الأساسية الأولى يجيبوا على المترشيحين لولوج السنة الأولى للمدارس العلية للتكنولوجيا خلال المرحلة الأولى لقيام بالإجراءات التالية بالنسبة لمترشيح ويحمل شهادات الباكالوريا الوطنية يعني طلب إحداث حساب لولوج فضاء الخاص بالمترشيح وبنسبة للفترة المتدمة بين 14 يوليوز و28 يوليوز 2022 بعد ذلك قصد تعبير عن الاختيارات ورغبات الترشيح للفترة المتدمة بين 14 يوليوز و28 يوليوز 2022 بعد ذلك يجبوا الإجابة عن مقترحات الولوج مقدمة للمترشيحين الفترة المتدمة بين جوج غوشت وخمسة غوشت وقد تضم الأجوبة الممكنة للاختيارات تالية إما أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم أقبل مقترح الولوج مقدم ولكن أحسفظه بترشيحي لأي اقتراح أقضى أو أرفض مقترح الولوج مقدم وأغادر نهائياً مسلسل الترشيح وبعد ذلك خطي يكون بالنسبة لي غير يجاوبوا أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم خطم يديروا إذاع شهادة الباكالوريا بالمؤسسة التي تم قبول الترشيح بالنسبة لي المترشيحين كما سبق قلت اللي أجابوا بالقبول النهائي على مقترح القبول المقدم يعني هو الجواب الأول من يوم الخامس واحد والجمعة جوشت وطنبير هذا بالنسبة لتقديم شهادة الباكالوريا أو إذاع شهادة الباكالوريا بالمؤسسة اللي تقبلت فيها هذا بالنسبة لي الباكالوريا الأجنبية على المرحلة الثانية اللي تفتحوا هذه المرحلة بشكل حسري للمترشيحين الذين قاموا بمختلف الإجراءات المشار إليها في المرحلة الأولى ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد أو أجابوا بأقبل مقترح الولوج مقدم ولكن أحتفظوا بترشيحي لأي اقتراح أفضل يعني هو الجواب الثاني اللي كانت في المرحلة الأولى من أجل الإجابة عن المقترحات الجديدة للقبول خلال الفترة المتدمة بين يوم الثلاثة ستا شتنبير ويوم الخامس ستا وثمانية شتنبير يعني ما بين ستا وثمانية شتنبير وكتصل الأجوبة لدي المترشيحين على الاختيارين التاليين في هذه الحالة بالنسبة للمرحلة الثانية كيكونوا فقط هناك جديد الأجوبة إما أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم أو أرفض مقترح الولوج مقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح وبعد ذلك بالنسبة لديه الأقبل بشكل نهائي المقترح المقدم خلال الفترة المتدمة بين يوم الثلاثة ويوم الأربعة وربعتاش وتنبير 2022 هذا بالنسبة لديه اقبل بشكل نهائي المقترح المقدم خلال الفترة المتدمة يكون شهادة البكالورية الأصلية في المؤسسة اللي تقبلوا فيها ما بين عشر واربع عشر وتنبير الفين واثنين وعشرين هناك ملاحظات هامة يتعين على المترجحين زيارة فضاءاتهم الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة التوجيهي بصفة منتظمة يخصكم دائما دروس زيارة لفضاء توجيهي بوان ام او لمنصة توجيهي بوان ام او بصفة منتظمة وذلك للطلاع على معلومات اذق و اوفا حول اجراءات الترشيح ومقصرعات الونوج المقدمة والاجر محددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح يمكن الونوج الى المنصة الوطنية الموحدة توجيهية على العنوان التالية ادخل لكم بهذا الرابط في سيوم دي الفيديو او عبر الروابط المتواجدة في المواقع الالكترونية للمدارس العليا للتكنولوجيا يمكن الاعلان لاحقا عن مرحلة او مراحل اضافية لحد الان تم الاعلان عن المرحلة الاولى والمرحلة الثانية اللي يمكن اضافة مراحل الاخرى في حالة شغور مقاعد في بعض التكوينات والمؤسسات وسيتم الاعلان عن التوارق الخاصة بها عبر منصات حوجيه الان كين ملحق للائحة المسالك المعتمدة والمفتوحة في سيوم ديكترون الجامعي للتكنولوجيا الان كين المسالك الان كين المسالك المعتمدة وهنا المدارس العليا للتكنولوجيا وهنا عدد المقاعد في كل مسلك هنا كين طريقة احتساب المعدل الانتقاء ديال المترشيحين 75% ديال معدل الوطني و 25% ديال معدل الجيهوي جداء معامل الترجيح المنسبة للمعامل الترجيح مثل المنسبة لبكالوري على الاقتصادية هو 1.4 علوم التدبير المحاسبتي هو 1.4 علوم رياضية 1.3 وهكذا هنا كيدروا 75% ديال الوطني زائد 25% ديال الجيهوي وكيدربوا في معامل الترجيح وكي يتم بعد ذلك ترتيب يعني على حساب الاستحقاق بالنسبة لي دليل الترجيح عبر منصة توجيهي على قصبا قدرت فيديو ودليل الترجيح عبر منصة توجيهي ممكن لكم ترجعوا لي في قناة فاردة شانيل هذا كل شي بالنسبة لهذا الفيديو كنتم من التوفيق للجميع ما تنساوش اذا اعجبكم فيديو دعمي باعجاب للفيديو اذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرسي صلاة لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته